بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد و على آله و صاحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد في مادة الدراسات الأدبية للصف الثالث الثالث و كنا قد بدأنا في درس الماضي الحديث عن نماذج نماذج العصر العباس و الشعر العباسي طبعا بداية عرفنا الحالة التي عليها في العصر العباسي و كيف أنه بدأ 132 و انتهى 656 و كيف أن هذا العصر استمر خمسة قرون و كان مليء و زاهر و زاخر بالأدب و الترجمات و ازدهر العلم ازدهارا كبيرا جدا في هذا العصر و كثر و ظهر أيضا جانب الصنعة و التقليد و شعراء مجددين أتوبت بأشياء جديدة و شعراء أيضا توع التقليد أخذنا نماذج في البداية لبشار ثم تحدثنا عن نماذج لأبي العتاهية في الزهد ثم ذكرنا أيضا في النص السابق و في درس السابق نموذج لأبي تمام في حديثه في معركة عمورية و في فتحها و قصيدته البائية اليوم سنستكمل أيضا بعض النماذج الأدب في هذا العصر بداية البحتري في وصف إيوان كسرى و أيضا أبو العلاء المعرفي يرثي فقيحا طبعا يشاركني في تقديم هذا الدرس في لغة الإشارة لأستاذ محمد القبيش نحن في الوحدة الأولى الأدب القديم و ما زلنا في الأدب القديم و أنت عرفت أيضا سابقا أن الكتاب ينقسم ولا قسمين قسم منه يكون فيه الحديث عن الأدب القديم و قسم الثاني الحديث فيه بإذن الله سيكون عن الأدب الحديث طبعا وصلنا إلى النموذج الرابع طبعا نوجد أبو بشار ثم أبي العتاهي ثم أبو تمام هنا البحتري نموذج أربع عن البحتري في وصف إيوان كسرى و التحسر عليه طبعا هذا هو رابط الدرس الرقمي بإمكانك كذلك الدخول و مشاهدة هذا الدرس طبعا هو الشاعر البحتري يتحدث هنا هو الوليد ابن عبيد البحتري من قبيل الطي ولد في منبج قرب حلب و يعد طبعا من شعراء الشام و لأبي تمام فضل عليه في ذكر موهبته و التعريف به طبعا أبو تمام قيل أنه كان أقدم من البحتري و هو الذي أراد أن يقرب البحتري و أراد أن يأتي به إلى أند الخلفاء حتى يتعرف عليه البحتري طبعا كان بعد أبي تمام لكن له الفضل لأبي تمام عند البحتري في ذكر مواهب تعريفين عندنا ومروحة هو شاعر مكثر يحسن المديح ويجعد التكسب لكن الوصفة قد غلب على شعري طبعا بحت ري أكثر من المديح كذلك مثل أبي تمام كذلك أبو تمام أكثر من المديح لكن فيه شيء من الصنعة اللفظية البحت ري طبعا أكثر أيضا من المديح كأبي تمام أبو تمام أكثر من مدائح المعتصم البحت ري أكثر من مديح المتوكل فأجد أغلب ديوانه في مدائح المتوكل طبعاً مناسبة هذا النص خرج البحث للخلفاء في بغداد طبعاً هذه بداية حياته لما خرج في بغداد أول مرة ولم يلقى حظوة خرج للخلفاء طبعاً وعادته أن يذهب إلى الخليفة يمدح حتى يعطى فبداية لم يعرف طبعاً فلم يلقى حظوة في بداية الأمر فذهب للمدائن شرقي بغداد وفيها قصر لكسراء فأخذ يبث شكواه بهجرانه الشام ويقول خرج من الشام إلى بغداد فيلحق أو يلتحق بالخلفاء فلم يجد يعني في بداية أمره لم يعرف حظاً عندهم ولم يرتفت إليه كثيراً فأصابه شيء من التحسر والغبب فخرج إلى شرقي المدائن وهو ذاهب في شرقي المدائن ومر على أيوان كسراء فرمى رأى هذا الأيوان وصفه في قصيدته السينية مشهورة بالسينية وطبعاً يبث شكواه بهجرانه الشام وخيبته في العراق ويتحسر على ملوك آل ساسان مشيداً بحضارتهم طبعاً المكان الذي كان للفارس للفرس طبعاً هذا المكان في أيوان كسراء وشاكراً نجدتهم لأجداده اليمنيين عندما غزاهم الأحباش طبعاً قديماً جداً في الأصر الجاهلي كيف أن الفرس ساعدوا اليمنيين في غزوي الأحباش وتطعوا أيضاً أن رد عنهم يعني مع أنهم وقفوا معهم وقفة فهو كأنه يذكر ذلك في التاريخ أن لهم وقفة إلى آخره ويذكر هذا المكان كيف أنه أصبح مهجوراً هذا القصر الكبير الذي كان يعني لقصر كسرة في عظيم الفرس في تلك الفترة ويتحسر على ذاك المكان وهو قد أصابه شيء أصلاً من الضيق والحسرة لما لم يرتفت إليه إلى الشعر والعلى هذا سبب أيضاً في بث شكوى في ذاك المكان طبعاً هذا النص سنقرأ بعض أبيات المذكورة في سينية البحدري كيف أنه لما خرج وذكر تلك القصيدة في بث شكوى يقول حلل لم تكن كأطلال سعدة في قفار من البسابس ملسي نقل الدهر عهدهن عن الجدة عن الجدة حتى غدون أنضاء لبسي لو تراه علمت أن الليالي جعلت فيه مأتماً بعد عرسي ذاك عندي وليست الدار داري باقتراب منها ولا الجنس جنسي غير نعمى لأهلها عند أهلي غرسوا من ذكائها خير غرسي لاحظ الناس ويتحدث فيه قلنا لما لم يقع حظوه في بغداد خرج فيه شيء من حزن والتحسر والغضب وكأنه توجه لغضبه في شرقي المدائل فوصل إلى هذا المكان القصر المهجور قصر إيوان كسرة قصر كبير ضخم عظيم جداً لكنها أصبح مهجوراً وكيف أنه كان مليء بالناس وبالصخب وما إلى ذلك فيذكر يقول في بداية طبعاً صنت نفسي يقول أنا حفظت نفسي صنت نفسي عما يدنس نفسي يعني أنا أكرمت نفسي لما لم يرتفت إليك وكأنه أصبح أو ذكر عزة النفس التي عنده وكيف أنه لم أحد يعني أقربه فيقول أنا لم أتملق أكثر من ذلك وأصابني ذاك من العزة فيقول صنت نفسي عما يدنس نفسي وترفعت عن جدا كل جبسي جبس هنا لئيم يعني ترفعت عن إكرام أي لئيم يكرمني فأنا لا أريد ذلك ثم يقول وتماسكته وكأنه يذكر كيف أن الناس الدنيا يعني يتحصر على خروجه من بلده وطلباً طبعاً هو خرج لمدح خلفاء فلما لم يلقى حظوة أصابه شيء من الهم والذيق وكيف أني أنا خرجت طلباً للرزق لكن لم يحصل على شيء فيقول تماسكت وتماسكت حين زعزعني الدهر التماساً وكأن الدهر هنا هو يعني أصابني بذلك لكني أنا ما زلت متماسكاً صامداً أقف في وجهه التماس منه لتعسي ونكسي هو أرد التعاسة والانتكاس والعودة لكني أنا ما زلت متماسكاً قوياً شاداً وأعرف أن ذلك سيزول ثم يقول حضرت رحلي الهموم لما أصابه الهم شديد ولم يلتفت إليه ولم يلقى حظوة أصابه الهم فأراد أن ينفس عن همومه فوجهته وجهت يعني ركب ناقته إلى أبيض المدائن عنسي عنسي الناقة يقول وجهته ناقتي إلى أبيض المدائن إلى المكان الفرس ما يكون يقصد به شرقي المدائن إلى أبيض المدائن عنسي ثم يقول أتسلى أنا أريد أن أسلي نفسي وأن أزيل ما فيه من ذاك الهم أما أتسلى عن حضوذي وآسى آسى وكأني يقول أتحسر وأتذكر هذا المكان لما وصل إليه شرقي المدائن وكيف أن هذا المكان أصبح يعني أصبح مهجورا بعد أن كان مكانا صاخبا وقصر كل يذهب إليه ذاك عظيم القصر والناس من كل مكان تأتي أصبح خاليا ليس في أي أثر فيقول أتسلى عن حضوذي وآسى لمحل من آل ساسانة درسي درسي يعني أصبح باليا قديما درس يعني أنه أصبح من يعني بدأ بالاندثار بدأ بالاندثار وبدأ بالزوال هذا القصر الضخم الكبير الذي له كلام وله ذكريات وصولات وجولات وكيف أن الملكة أو العظيم الكسرة كان يقطن فيه وكيف أن الناس تأتي وتذهب وتروح يعني أنه أصبح يعني حركة كبيرة جدا أصبح مهجورا ليس في أي أثر فكأنه يتحسر على تلك وتغير الحال ثم يقول حلل هذا المكان حلل لم تكن كأطلال لسعودة طبعا هو ليس مثل أطلال لأن العرب كانت في قصائدها تبكي الأطلال والديار يقول وتقف على الأطلال وأطلال أثار الديار فقط أثر لكن هذا قصر كبير فهو يختلف في اختلاف كبير جدا عن الأطلال وأثار الديار التي كانت تقطن فيها المحبوب في أتي الشاعر في العصر الجاهلي ويبكي أثار الديار كما عرفنا سابقا في القصائد القديمة كيف أنه يقف على الأطلال ويبكي أثار الديار ويتحسر عليها بعدا يعني مكان بس هو يذكي يبكي الأطلال والمكان وحلل ويقول هذا مكان وقصر كبير جدا ليست مثل أطلال التي كانت يبكيها الشعراء لأنه إنما هذا قصر عظيم ما زال مكانه وما زال أيضا قصر ضخم كبير في قفار من البسابس ملسي يقول حلل لم تكن كأطلال سعودة لم تكن مثل أطلال التي يبكيها الشعراء وإنما هذا مكان أيضا في قفار من البسابس ملسي في قفار في أماكن مغفرة في البسابس في أراضي وأصبح مكان ليس فيه أثر بعكس هذا المكان الذي كان القصر يقول نقلت داهر أهدهن عن الجدة حتى غدونا أنضاء لبسي أصبح يعني انتقلوا من مكان مثل اللبس البالي أنضاء لبس بالي بعد أن كان جديداً أصبح بالياً وقديماً بعد فترة طويلة وأي شيء يكون عندك جديد بعد زمن طويل سيكون بالياً وقديماً كذلك هذا القصر بعد فترة طويلة الآن أصبح مثل القديم مثل البالي وبعد أن كان قصراً جديداً كله يأتي إليه ثم يقول لو تراه علمت أن الليالي فلو ترى هذا القصر وأنه مهجور وكيف أنه أصبح خالياً وليس فيه أثر يقول لو تراه علمت أن الليالي جعلت فيه مأتماً بعد عرسه بعد الأفراح المأتم يعني مكان للحزن أو اجتماع الحزن أو الأحزان أصبح خالياً من الأثر وكأن فيه أناس يعني محزينين من الحزن يكون فيه المأتم يعني يخيم الصمت عادة يقول لي أنه كان فيه مأتم بعداً كان عرس عرس والناس تدخل وتعود وتذهب فأصبح كان الحال تغير حال من حال إلى حال آخر وأصبح هو قديم ثم يقول ذاك عندي وليست الدار وداري يقول ما رأاه يقول أنا لا أمدحه حتى أنه يقول أن هذه بلادي أو هذه دياري ولم أقترب منها باقتراب ولا الجنس جنسي لكنه يذكر حسن لهم كيف أنهم ساعدوا أيضاً الجماليين في غزو الأحباش يقول غير نعمة لأهلها عندي أهلي هذه نعمة هم لهم وكأنني أنا أحسبها لهم وأنهم هم أيضاً ساعدوا أجداد أجداد اليمنيين في الغزو الأحباش يقول عند أهلي فغرسوا من ذكائها خير غرسي وهم أيضاً ما زالوا يغرسون منها وطبعاً هم ساعدوا هم أيضاً حتى لا يأتي إليهم أو يستمر لأنهم إن استطاع الانتصار الأحباش على العرب تأكيد أنهم سيصلون إلى الفرس ولذلك أنهم أيضاً لهم تلك النعمة هذه نص الوحتري في ذلك هنا طبعاً في بعض المفردات الجدة هنا العطاء جبس اللئيم عن سيناقتي درس قديم بسابس القفار الخالي كما يقول الأراضي الخالية مولس هنا لان نبات فيها أنضاء بالية لبس أنضاء يقول أنضاء لبسي يعني بالية قديمة جداً هنا بعض النشاطات التعلم يتعدق أيضاً بقصيدة البحتري هنا يقول في الأبيات المختارة من قصيدة ثلاثة أفكار استخرجها أفكار النص للبحتري جميل أحسنتم طبعاً هنا نذكر أن فقر الشاعر بنفسه أيضاً ويصف وصف الرحلة وكذلك تذكر الماضي يتذكر الماضي ويحدث عن إيوان كسرة حاول قراءة الحالة النفسية للشاعر ما رأيك في الحالة النفسية للشاعر جميل بالتأكيد أن الحالة النفسية للشاعر هي تحسر الألم والحزن البيت الرابع والخامس مقارنة بين شيئين في الرابع والخامس عد إليها أنتر البيتين بسلوبك ونضيح الطرفين مقارنة ونقول طبعاً الحديث عن البكاء الأطلال كيف أن هذا المكان القصر وليس أطلالاً قديمة فهو يدخل هنا مصائب منها ما يذكرك منه ما ينسيك ويذكر هنا الحل البالية المكان البالي ولكنها ليست مثل أطلال قديمة ليست كأطلال سعدة أيضاً يبكيها الشعر وهو المكان المغفر لكن هذا مكان له أثر له أثر وهو كالقصر فليس هو مثل ما يبكيه الشعراء الجاهلين كأطلال سعدة كما ذكر أن الطلل هو أثر المكان فقط لكن هذا قصر قديم جداً اعتمد الشاعر قافية السين لاحظ هنا السينية البحث لصنته نفسي عما يدنس نفسي وترفعته عن جده كل جبسي هنا السين واجتملت كثير مفردات القصيدة على هذا الحرف فليعني ذلك رقة المفردات أنفخامتها بالتأكيد أن السين أقرب إلى جميل أحسنتم ورقة رقة المفردات طبعاً قافية السين يدل على الرقة وعلى حالته النفسية على السين أقرب إلى الحزن أو البكاء فكان فيه شيء من الأسى والحزن هنا بعض الكلمات القصيدة غير مستخدمة في أصل الحاضر طبعاً ونبحته لي ذكر بعض الألفاظ غير مستخدمة الآن وفيها ألفاظ شيء من الغرابة مثل جدى والبسابس وأنضاء جدى والبسابس وأنضاء وهذه بعض الألفاظ التي فيها شيء من يعني لم تستخدم إلى الآن النص الثاني أبو العلاء المعري طبعاً أبو العلاء المعري يرثي فقيها هذا هو رابط الدرس الرقمي طبعاً أبو العلاء المعري رثاء ليس كالرثاء وإنما رثاء بفلسفة وسنأتي إلى النص سنعرفه يقول هنا طبعاً هو الشاعر الحكيم فيلسوف أبو العلاء المعري هو الحكيم أي فلسوف الشاعر الناقد هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي ولد في معرة النعمان بين حمص وحلب من 363 إلى 449 توفيه للهجرة ونسبة عليها وصيب بداء الجدري في أواخر حياته وفقد به بصرة كان من أحكم الشعراء وله باع في الغريب والأخي له الدقيقان ومؤلفاً وكاتباً وناقداً وشاعراً والحديث عن الطباع وسائل الاجتماع وعادات الناس وسلوكهم وأخلاقهم له كتب عديدة منها ديوانان شعريان شهيران هما سقط الزند ولزوم ما لا يلزم أما كتبه فمنها رسالة الغفران ورسالة الملائكة هو معجز أحمد في شرح شعر المتنبي طبعاً أحمد يقصد به المتنبي ومعجز أحمد طبعاً هو الوحيد الذي شرح شعر المتنبي في عصره هو أعجب بالمتنبي وكان معجباً كبيراً بالشاعر المتنبي ويمدح أيضاً في قصائده أيضاً ذكر عبث الوليد ومقصود به البحتري له كتاب فيه عبث الوليد لم يكن يرى البحتري أو في شاعريته وأيضاً اتقده ورد عليها أيضاً المعاري والفصول والغايات هو أيضاً كتاب باسمه الفصول والغايات عرف بفلسفته المعاري أو أكثر من قراء في الفلسفة وتأثر بفكر أرسطو وفلاطون في الفلسفة اليونانية وقد اعتزل الناس في آخر حياته واحتبس في بيته واحتبس في بيته وسمى نفسه رهين المحبسين يعني أن نجلس في آخر عمره ونسمى نفسه رهين المحبسين بعد أن صابه يعني فقد بصرة في نهاية عمره وحتى مات في آخر عمره لكن له يؤد شاعراً وفيرسوفاً وكاتباً وناقداً هذا نص هو يرثي فقيه لكن طبعاً عادة الرثاء أن يرثي الإنسان شخصاً فيذكر محاسنه محاسن الميت وما لذلك لكن هو لا يرثي فقيه لكنه يذكر موضوعاً آخراً ويتحدث عن الموت وحتمية الموت وكيف أنه من وجهة نظره هو فيذكر فلسفة يعني أنه بعيد عن موضوع الرثاء لهذا الفقيه وكأن هذا الموضوع لا يعنيه وإنما ذكر ذلك في مقارنة لهذا الموضوع فيقول غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترنم شادي وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميّادي صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة فأين القبور من عهد عادي خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد سر إن استعت في الهواء رويداً لاختيالاً على رفاة العباد رب لحد قد صار لحداً مراراً ضاحك من تزاحم الأضدادي تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازديادي لاحظ هنا نص أبي العلا لم يذكر الفقيه ولم يتحدث عن الفقيه وإنما يتحدث بشكل عام فذكر فلسفته في هذا ألثاء يعني بعكس من يذكر محاسم هو يقول غير مجد في ملتي واعتقادي في ذهني نوح باكن ولا ترنم مشادي سواء بكيت أم غنيت يعني لاحظ الفرق الموت هو واحد لن يتغير شيء فلن يفيد هذا القصد وهذا ما يرى من فلسفة يقول نوح باكن ولا ترنم مشادي سواء بكى بالنياحة والحزن أم أنه غنى وفارح وضحك وهو شب هنا شبيه صوت الناعي إذا قيس بصوت البشيري في كل نادي الناعي الذي يمشي بين الناس ويذكر الموت والبشير الذي يمشي بين الناس ويذكر البشارة فقل لا فرق بينهما إذا كان الموضوع قد حصل وكأن الموضوع واحد وهو أراد أن يبين أن الموضوع حصل كالموت فلا فرق سواء أتى ناعي أم أتى بشير لأنه في النهاية لن يتغير شيء وهذه فلسفة يذكراه في وجهة نظره أراد أن يوصلها فذكر أيضا مثال على أن الحمامة إن سمعت الحمامة هل تفهم منها أنها تغني أم أنها تبكي تصيح كلها بصوت واحد فلذا كان يقول أبكت تلكم الحمامة أم غنت إذا سمعت صوت الحمامة على هذا الغصن هل هي تبكي أم هي تغني فهنا أيضا من وجهة نظره أنها كلها واحد على فرع غصنها المياد ثم بدأ يذكر ويتحدث عن فلسفة أخرى وكيف أن القبور هذه قبورنا الآن قبورنا كثيرة جدا تملأ الأرض تملأ الرحب فأين القبور من أهدي عادي هو يذكر وذكر يقول أين القبور السابقة هذه قبورنا كثيرة جدا طيب أين القبور السابقة بالتأكيد أن الأرض أصبحت كلها قبور فكأنه يعني يقرر ذلك وأن الناس في الزمن الماضي لكل الأرض لأنه يقول هنا خفف الوطن لا تتكبر لأنك ستموت وستكون أيضا في هذا القبر وسينبش بعد ذلك قبرك وستكون أيضا تراب على الأرض ويقول خفف الوطن ما أظن أديم الأرض أديم الأرض الطبقة الأولى لأن القبر عادة يحفر ثم يخرج منه التراب ثم يكون طبقة ثم بعد فترة طويلة يحفر مرة أخرى لقبر ثم يدفن ثم التراب يكون فكأن الأرض كلها قبور أو كلها رفات للأموات وهذه وجهة نظر أنه يقول خفف الوطن ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد يقول لا تتكبر وخفف الوطن والسير لأنك ستعرف أن هذه الأرض كلها من أجساد من سبقك من أبائك وأجدادك فيقول وقبيحهم بنا وهذا شيء قبيح وإن كان العهد قديم جدا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد قويح أن يكون يعني أن يهونون عليك أبائك وأجدادك الذين قد ماتوا وتسير عليهم بتكبر لأنك إن أردت أن تتكبر لن تستطيع السير على الأرض بل يجب أن تطير كما قال هنا سر إن استعت في الهواء يرويدا إذا أردت أن تتكبر لابد أن تطير أو سر في الهواء لأنك من الصعب أن تتكبر على رفات أبائك وأجدادك لأنك ستكون في مكانهم بعد فترة طويلة وسينبش قبرك وستعود أيضا على هذه الأرض وهكذا فيقول سير إن استعت في الهواء يرويدا لاختيالا لتكبرا على رفات العبادي على رفات أثار ثم يقول رب لحد قد صار لحدا مرارا يقول هذا القبر يحفر الآن ثم بعد فترة طويلة يحفر مرة أخرى ثم بعد فترة يحفر وكانت تدخو فيه جثة ثم تنبش ويدخو فيه جثة أخرى وهكذا بعد فترة طويلة فيقول رب لحد قد صار لحدا مرارا هذا اللحد أكثر مرة ضاحكا وكأن اللحد شبهه بالشخيص يضحك من تزاحم الأضداد كل مرة يأتي غبر ويحفر مرة أخرى فكأنه يضحك من ذلك لكثرة ما أتته من أضداد فيقول ويتكلم هنا عن الحياة يقول تعب هذه الحياة كلها تعب فما أعجب إلا من راغب في ازدياد أنا أتعجب من يريد هذه الحياة وهي كلها تعب ومشقة وسيموت في النهاية هنا طبعا بعض مشاطة التعلم في الحديث هنا قراءة معبرة قراءة عن النص ثم مناقشة بعض الألفاظ وأيضا انثر أبيات أو نثر الأبيات يختار كل طالب ثلاثة أبيات ينثرها بسلوبه يعني يشرح تلك أبيات وأيضا هنا التحليل الجزئي في الحوار المناقشة كان الرثاء عند العرب يتضمن تعداد مآثر الميت نقولنا الرثاعة يذكر المحاسم يذكر مآثر الميت كما الخنسة مثلا في رثائها ومناقبي وتحسر البكاء لفراق وذلك ما نجده عند الخنسة أما مثلا رثاء أبي العلا هنا رثاء غريب بعيد عن ذلك كله لم يذكر طبعا الفقيه ويتعرض لي وإنما ذكر فلسفته هو في الموت والحياة كيف وجدت رثاء أبي العلا في هذه القصيدة بالتأكيد أنك عرفت كيف أن رثاء أبي العلا ليس كرثاء معروف إنما هو بيّن وجهة نظره طبعا حاول أن يربط ذلك وكيف أن الناس ستموت وكيف أن الأرض أصبحت هي أصلا من أجسادنا وكيف أن الناس والقرون السابق كلها كلهم قبور فكل يوم يكون هذا قبر ولا تتكبر وستموت في النهاية إلى آخره ونوح باكن ولا ترنم مشاد وهذا أيضا أنه لا فرق بين الموت في الموت من البكاء أو النياحة أو الفرح لأن المصير واحد في النهاية هو ميت لن يتغير شيء هذا قصده أو هذا ما أراد أن يوصله في حقيقة الموت وحتميته وأن الحياة كلها تعب وشقاء والموت لن يتغير إن بكيت أو غنيت كذلك الحمامة وأنه يمثل بالحمامة هل هي تغني أم تبكي لا تعرف هي صوت بصوت واحد من خلال هذه الأبيعات كيف تحلل شخصية بالعلاء ما رأيك في شخصية بالعلاء وكيف ينظر الحياة طبعا ولا لا فيلسوف وشاعر وكاتب وناقد طبعا من شخصيته نقول هنا في شخصيتي أنه يحتاج يجرح الفلسفة فيه فلسفة ويميل إلى التعمق في فلسفة وقرأه طبعا فيه للفلاسفة للولاريين أيضا وتأثر بكتبهم كثيرا ويريد تقرير حقيقة الموت مناحة حتمية ورؤية مختلفة رؤيتها طبعا هو ينظر الحياة رؤية مختلفة للناس والكون والحياة في نظري هي مشقة وتعبد ذلك في آخر عمره نسمى نفسه رهين المحبسين واعتزل الناس وجلس حتى مات طبعا هنا ما الغرض من الاستفهام في قوله أين القبور من عهد عادي هنا استفهام جميل حسن استفهام تقريري ويقرر هذه الحقيقة وأن القبور كلها قديمة جدا من عهد عادي وأيضا وما قبل ذلك كل هذه الأرض هي قبور هنا بعض مظاهر التجديد في العصر العباسي اخترنا منها مظاهرة منها من قصيدة أبي العلا وضع تحتها خط طبعا نختار ما الذي ظهر في قصيدة أبي العلا من مظاهر التجديد ونضع خطا تحتها التجديد في القوافية والصنعة السلوبية غير متكلفة أو صنعة السلوبية متكلفة عمق التجربة الإنسانية تأثّر بالفكر الفلسفي التعبير عن الذات وحدة الموضوع في القصيدة والتوسط في استخدام مفردات بين غرابة والابتدال ونقول هنا طبعا هو عمق التجربة الإنسانية ذكر ذلك في عمقه أيضا التأثّر بالفكر الفلسفي يقرأ كثيرا وأيضا في وحدة الموضوع نتكلم في موضوع في موضوع واحد وأيضا هنا في التوسط في المفردات بين الغرابة والابتدال لم يكن غريب ولم يأتي أيضاً بألفاظ السطحية مبتدلة هنا الحفظ احفظ الأبيات الستة الأولى مطلوب منك أن تحفظ الأبيات الستة الأولى لنص أبي العالى هذا ما أردنا أن نريده في هذا الدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين